أسعد الله ظاهرتكم لقد انطلقت منذ أول انطلقت الاجعيف في أثينا في 2006 وسبب وجودها وسبب اسمها الغريب هو أنه كان هناك ناس يرجون أن يكون المنتدى منتدى يدمر طوال السنة وآخرون يفضلون أن يكون عامل الأيجف عملا بفترات بين الاجتماعات السنوية وهكذا كانت مجموعة غير رسمية ولذلك يسمى بـ Dynamic Coalitions هناك الآن 28 تحالفا وسنة بعد سنة نظم جلسات يعرض فيها كل تحالف ما قام به أما هذه السنة فسوف ننتهج نهجا جديدا وزميلة يوتا سوف تستشرح المفهوم الهدف هو أن نعرف كيف يمكن لهذه تحالفة تساهم في الموضوعات الأساسية التي ينبري لها المنتدى يوتا شكرا لك ماركس على أعطائي الكلمة نعم الآن نحن 28 من التحالفات الدينامية هم يقومون بثلاث أمور بطريقة أخرى يتناولون مضحوق الإنسان وضمان أن يستفيد الناس بهذه الحقوق وأن يمارسوها بشكل مناسب في البيئة الرقمية وأن يتم إدماج حقوق الإنسان الرقمية في العالم الحقوقي الإنسان وثانيا التحالفات الدينامية تعمل من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة وتسريع تحقيقها وهذا موضوع جلسة هذا وفي تمرين جرد الحصيلة التحالفات الدينامية قد أعدت في عملها ما قمت به من أجل مساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة وتبس نقومه في الساعة والنصف المستقبلية وثالثا وأهم ما تقوم به تحالفات الدينامية هي أنها تقوم بعملية التواصل مع الجماعات ذات الصلة وتتعاون معها ما وراء المنظومة الإيكولوجية لمحكمة الإنترنت أختبس هنا ما قام به نائب الأمين أو مساعد الأمين العام لأشياء الاقتصادية والاجتماعية سيد جنهوالي فقد شجعنا أجمعين أن نسرع تطبيقات الرقمية لهدف التنمية المستدامة وأن نحسن البناء التحتية وأن نتزود بالقدرات الرقمية بالفجوة الرقمية والفوارق الرقمية وتعزيز التعاون بين الدول في العالم والهدف من كل هذا وذاك هو أن نحرر الجهد الكامل في شبكات التي تتيحها التحالفات مع الجماعات المختلفة لتحقيق هدفة المستدامة نحن في قاعة كبيرة جدا وأحظكم على الاقتراب إلينا هنا للمناصة في المقاعد الأمامية عندنا خمس مشاركين في هذه الجلسة في القاعة وأولها ليزا بدريلس من سأطرح عليك ثلاثة أسئلة كيف نضمن الوعي بحقوق الإنسان في العصر الرقمي لحماية حقوق الإنسان وتسريع أداف التنمية المستدامة وأين يجب أن تبدأ حملة التوعية وما هو الدور الذي تلعبه المواد التعليمية المفتوحة فيما يطالب حقوق الإنسان وتسريع أداف التنمية المستدامة ليزا شكرا شكرا لك يا ماركس وشكرا لكم على الدعوة OER Open Educational Resources هي من التحالفات الدينامية وهي جديدة في هذه الأسرة في يناير من هذه السنة يتحقنا بهم بدأنا بالاهتمام بهذا التحالف منذ أربع سنوات ابتدأنا بما قامت به اليونسكو عندما قدمت توصية في استخدام الموارد التعليمية المفتوحة في 2018 وهذا التحالف الدينامي قد استحدث من أجل الدفع بهذا العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف في إطار توصية الموارد التعليمية المفتوحة وتوصية اليونسكو هي وثيقة وقعت عليها أكثر من 193 دولة والهدف منها هي أن نبني لغة مشتركة من الدول الأعضاء والحكومات عندما نتحدث عن أمر هام مثل أهمية التعليم والتثقيف تحالف الدينامي يتكون 500 عضوا والعمل الأصلي بدأ من خلال زوم وهذه السنة بدأت أن نجتمعه خاصيا إذن تحالف الدينامي هذا يتكون من خمس مكونات أولا تعزيز قدرة جمع أصحاب المصلحة ثم تطوير السياسة الدعمية المختلات التنموية ثم مسألة الوصول الاجتمالي والمنصف بجودة عالية ومتعددة اللغات في أشكال مفتوحة بما في ذلك للأشخاص من ذوي الإعاقة ونحن أيضا نعمل من أجل تيسير التعاون الدولي من الدولي الأعضاء وللرد على سؤالك أبدأ بمسلمة أي مسلمة أن التثقيف أو التعليم يحق من حقوق الإنسان هل حقا هو حق من حقوق الإنسان هذا الحق معناه النفاذ للمعارف معارف موضوع في سياقها تقابل للتقاسم شفافة مفتوحة والنسية بالحرية للمعلومات والمعارف في مسألة أساسية وتعلمون أن هناك مشاكل فيما يتعلق بالنفاذ لأجهزة الإنترنت وللإنترنت ولكن هناك شيء آخر ليس الوصول فقط لهذه الأجهزة وللإنترنت ولكن أيضا لحرية تدفق المعلومات على الإنترنت إذن الموارد التعليمية المفتوحة ينبغي أن تكون بفضل توطين اللغات وثقافات وأن تكون محمولة وقابلة تشغيل متبادل على اختلاف الوسائط والمنصات والمكتبات عندنا مثلا أكاديمية أدف تلميه وسيدام SDG أكاديمية التي استهدت مضمونا هاما جدا لا أدري أنكم تعرفون هذه الأكاديمية وهناك أيضا بواب عدة فتحتها في مجال العمل المناخي والعمل البيئية والمضامين كلها مضامين مفتوحة بدون رخصة لأننا نهدف لتعزيز قدرات المكونات وأن نحدد وأن نشرح ما هي الأدف التي سوف نحققها من أجل تحقيق أدف تلميه المستدامة وما هو التعليم المطلوب من أجل تحقيقها وعندنا أمتلاع عدة من الماضي بعضكم قد تعرف على الوردز بانك نالج مانجمينت سيستم اف رسورس منظومة البنك الدولي لإدارة الموارد المفتوحة هي دينامية مفتوحة لن نريد أن نبقى عارقين في منظومة واحدة خاصة عندما تغرق إحدى المنصات لن نريد أن تزول معها المعلومات والمضامين التي كانت فيها إذن نحتاج بالفعل إلى موارد مفتوحة لم أسمع لم أسمع استخداء هذه العبارة كثيرا هذا الأسبوع نريد علوما مفتوحة وصولا مفتوحا معلومات غير ممتلكة بيئات غير خاضعة للسيطرة توافر حر للمعلومات ووصول حر للمعلومات نريد أيضا أن يتم الاسقاء للأصوات المقصية أن تكون كل الأصوات مشمولة بهذا العمل وهذا هو الضور الذي نؤديه في OER من أجل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة شكرا شكرا لك على شرح ما معنى Open Educational Resources الموارد التعليمية المفتوحة الآن أطرح سؤالي على محمد شبير ويمثل التحالف هذه الميح حول الوصول والإعاقة وتحالفكم كان من أول التحالفات التي أقيمت في الـ IGF وأعلم أنكم كنتم تعملون منذ أهدف الألفية في 2000 وبعد ذلك التي تتحولت إلى أهدف المستدامة السؤال هو ماذا يمكننا أن نفعله أو كيف يمكننا تحقيق فهم واسع النطاق للوصول خاصة بالنسبة للحل الموفرة أمام أصحاب العقاة شكرا شكرا لك على هذه الأسئلة بالنسبة للتحالف الدينامي حول الوصول والإعاقة هذا التحالف كان من أوائل التحالفات الدينامية في إطار منظومة الـ IGF الهدف من هذا التحالف التحالف الخاص بإمكانية الوصول والععاقة هو جعل منتدى إدارة الإنترنت أو خلق فضاءات حرة داخل هذا المنتدى على الخطوة حسيا وإعطاء توصيات من أجل تمكين الوصول لأحداث المنتدى وفعاليته سواء الخطة ومن خلال حضور الحسي هذه السنة حاولنا أن نعد إحياء هذه الرؤية خاصة لإعطاء إمكانية للحضور لأصحاب الإعاقة والهدف الثاني لهذا التحالف الدينامي عموما هو خلق فضاء رقمي أسهل لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ونريد إقامة كل هذا على مبدأ لا نقبل شيئا يخصنا بدون مشاركتنا ولقد لاحظنا في طبعات المنتدى المتتالية أنه دائما هناك قلة تمثيل للأشخاص من دوي الإعاقة ونحتاج في ذلك إلى تضعيم مالي ومواردي هذه السنة عندنا ثلاث زملاء من ثلاث أقلي مختلفة واحد من أفريقيا والثاني من آسيا والهادي والثالث من أوروبا وفرنا لهم الموارد المانية من خلال منح بحثية بدعم سخيين من طرف جوجل وفينت سرف لتمكينهم من الحضور إلى كيوتو ودفع مصاريف السفري والإقامة والمشاركة في أنشارة الآي جي ايف والمساهمة في النقاشات الجارية هذا الأسبوع فلم نقوم فقط بتيسر وصولهم إلى هنا بل وفرنا أيضا دعما لأشخاص مؤقين محليين لدى الجلسة التي أخذنا في تسام الأكتوبر في الأجهف فحضر 2% من المشاركين من اليابان وهم من أذوي الإعاقة وشاركوا وساهموا في نقاشتنا بهذا نعود إلى سؤالكم نتحدث هنا عن وصل من هم مقطوعين عن الإنترنت عندما نتحدث عن هؤلاء نتحدث عن 2.7 مليار من الناس غير موصولين بالإنترنت ومهما كان هذا العدد فإننا في التحالف الدينامي للوصول والإعاقة نمثل 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة سواء من أصحاب الأنواع الجنسانية المتغيرة أو الفئات الأخرى على اختلافها الثقافية والجغرافية ومهما كان المرء يملك من جهاز وكان يملك من إنترنت بسرعة فائقة فإن لم يكن المضمون الموجود والمتاه على ذلك الجهاز قابلا للاستعمال من طرف شخص ذي إعاقة أو إن كان الجهاز لا يتحمل أدوات قراءة الشاشة للمعاقين بصريا أو قراءة المضمون البصري بالنسبة للمعاقين سمعيا فبدون تلك الحلول لن يستطيع ذلك الشخص الوصول إلى ذلك المضمون وهذا أيضا كان من الأمور التي وضعت على موقع الاجف لطباطه في 2023 إذن التحالف الدينامي الماني بالوصول والعاقة يهدف أولا من قبل كل شيء لإحضار الأشخاص من ذوي العاقة لهذا النقاش وإشراكهم فيها يهدف إلى إشراكهم فعلا وحضوريا في المنتدى المساهمة في المناقشات أما فيما يتعلق بالمساهمة في تسريع تحقيق أهداف تنمية مستدامة وهذا العمل بدأناه منذ سنة 2000 بعد أهداف الألفية مع الأسف أهداف الألفية لم تكن تنطوي على مؤشرات أساسية تتخصص في القضايا التي يعانون منها أو المسائل التي يشتكي منها أصحاب الأعاقة لكن لحصني الحاد مع أهداف التنمية المستدامة في كل هدف هدف هناك مؤشر خاص يغطي حاجة الأشخاص من ذوي العاقة بما في ذلك التعليم والتوظيف والمدن الذكية والوصول للمبارد إلى آخره نحن إذن عندنا أهداف أهداف التنمية المستدامة وعند المؤشرات المنطبطة بها وعندنا أيضا أشخاص من ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من هذه المبادرات أما فيما يتعلق بتنفيذ هذه المؤشرات لازلنا متأخرا قليلا مع الآسف استقصاء نظمة خاصة مليون موقع انترنت في سنة 2020 يدل على أن 97% من صفحات الانترنت التي توفر كافة إمكانيات الوصول لأشخاص من ذوي الإعاقة هذه الإحصائية تدل على أن الطريقة لازل طويلا أمامنا والمشوار معقد من أجل رأب هذه الفجوة الرقامية التي يعاني منها أولئك الذين يستفيدون من الانترنت وأولئك الذين لا يستفيدون منه وهنا لا تحدثوا عن الفارق الموجود ما بين الشمال العالمي وجنوب العالمي تحدثوا هنا على الفرق الكبير الموجود بين الناس في استخدامات الانترنت ولسيما أولئك الذين أعانون من إعاقة هذه الحواجز إن بقيت فإنها ستبقى تمنع هذه الفئة من المشاركة في فضاءات الرقمية لا في الوصول المضامين ولا في المساهمة في تسريع تحقيق هدف تنمية المستدامة شكرا شكرا محمد على عمركم الهام وأذكر أنه على الصعيد الأصغر في الـ IGF وفي الديكات أحرزنا على أو حققنا تقدما كبيرا في تيسير مشاركة أصحاب الإعاقة في اجتماعاتنا نمر الآن لمشاركنا عن بعض صديقنا أليخاندرو بيزانتي هو يمثل Core Internet Values وهو تحالفه الدينامي وهو يحدثنا من واشنغتن دي سي هل يمكننا أن نربط الاتصال مع أليخاندرو هل تسمعون أسمعكم أتمنى أنكم تسمعونني وترونني نسمعك ونرأك أهمية الانفتاح عالية جدا وهي من القيم الأساسية للإنترنت تحدثنا كثيرا في هذا المنتدى ما هو المكان الذي يحتره ذكا الإصطناعي في بيئة القيم الأساسية للإنترنت لك الكلمة يا أليخاندرو شكرا لك يا ماركوس وآسف على سوء الاتصال الكمبيوتر هو الذي فرض علي أن أتأخر في الاتصال بكم شكرا لكم على سؤالكم أعتقد أن التحدي تحدي مزداوج بين الذكاء الاصطناعي وبين ما يقدم الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن نسمح له أن يقوم به كجهات حوكمية الذكاء الاصطناعي التوليدي صار منتشرا والذي خصنا هو الذكاء الاصطناعي الإنتاجي المخصص لنماذج اللغوية الكبرى وهو الذي يسهل الوصول لقواعد بيانات ضخمة جدا من الكلمات ويسهل الحصول على نتائج طويلة جدا بشكل آني والذكاء الاصطناعي هو أوسع بكثير من مجرد الوصول لقواعد بيانات لغوية واستلاحية الذكاء الاصطناعي فيه أيضا أو يحتاج إلى أدوات لإدارة المضامين في الانترنت بشكل كمي الذكاء الاصطناعي يستخدم الخوازميات لتحسين الانترنت وأيضا يستخدم من أجل حل المشاكل التي وجهها الانترنت في تطبيقات تطبيقات يستخدمها متخصصون في الأمن السبراني في إدارة الشبكات في أمور عديدة إذن الذكاء الاصطناعي ساهم منذ سنوات في تنمية الانترنت في انفتاحيات الانترنت وفي الوصول والتشغيل المتبادل إلى آخره كما أن في الذكاء الاصطناعي تحد لأن هناك الآن تسابق بين ما يمكن أن نسميهم بالأخيار والأشرار لأن الأشرار أيضا يستخدمون الذكاء الاصطناعي من أجل ربما استنباط كلمات مرور أو تجاوز حماية أمنية رقمية إذن هؤلاء الأشرار يستخدمون الذكاء الاصطناعي وأيضا الشرطة إن صح وصفها بهذا القول في الانترنت أيضا تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد هؤلاء الأشرار وتوقفهم مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن نقول إنه قد ماضى 30 سنة تقريبا من الدراسات الأساسية حول حكمة الانترنت والمشاورات الرسمية بين أصحاب الشأن لمعرفة ما يمكنه أن يأتي به الذكاء الاصطناعي من مزايا وفوائد من بين التحديات بالطبع هناك مسألة عبور المعلومات عبر الحواجز الموجودة في الانترنت وأيضا يمكن أن نرى أننا لن نستطيع إقامة مؤسسة موحدة لحكمة الانترنت إلا إن كان هناك آلية خاصة للمحددات الهوية الموحدة مثل الديانيس مثل آيكان أو مثل هيئة تحديد المعاييل آيو تياف عندنا شبكة من أصحاب أشأن التي يمكنها تتشكل في آخر المطاف صفات هيئة لحوكمة الانترنت عالميا وعندنا بالطبع التمويل الذي نحتاج إليه وكذلك الحاجة في الأخدمة الاعتبار جميع اختلافات الثقافية والتقاليد القانونية وأن نعرف أن هناك كثير من الفعائلين الذين يسوقون خارج منظومة الحوكمة هذه والذكاء الاستطناعي وكرره يمكن أن يستخدم للخير والشر لصالح الانترنت وإساءة للإنترنت شكرا شكرا لك على تقديم عمل تحالف الدينامي Core Internet Values قيم الانترنت الأساسية وشرحت لأن الفوائد الموجودة في الذكاء الاصطناعي وما أسوأ الذكاء الاصطناعي أيضا لأمر الآن إلى Avridoria هو من تحالف الدينامي ل Internet of Things Internet وإنترنت الأشياء و DC هو من بين التحالفات الدينامية الأكثر حنكة عندكم تجربة في إنترنت الأشياء لأن موجودة حول نظام البي وفي الأجهزة المتصلة ما هي الخطوات التي نتخذها لتأكد من أن إنترنت مفتوح وشامل ويشارك في العديد من أصحاب المصلحة كيف يمكن التأكد من أن إنترنت الأشياء سيدعم الاجتمالية ولن يضيف تهديدات لفئات ضعيفة وكيف سيتم تنفيذ ذلك فيما يطال به أهداف تنمية المستدامة وتسريع وصول إليها شكرا شكرا لكم نعم لقد فكرنا في هذا ربط الأشياء كما نسميها فيما بينها عبر الإنترنت وكان الأمر مختلفا ولكن في آخر المطاف لاحظنا أن ما هو مهم هو كيف تتفاعل هذه الأشياء معنا كيف نتعاون نحن معها نتعامل معها كيف نستخدمها كيف نستخدمها حتى يستفيد منها الناس ومن الأمور التي حصلت بالفعل عندما بدأنا العمل مع إنترنت الأشياء لاحظنا أن هناك حاجة في قائمة من القيم والمراسط الفضلة للأشياء التي تدخل في إطار إنترنت الأشياء وبدأنا أيضا في نفس الوقت التي بدأت فيه التحالف الدينامي لقيم الأساسية الإنترنت ونظرنا في أفضل الممارسات التي يجب أن نعتمدها إذا كان لنا أن نتفاعل أو نحدث التفاعل ما بين إنترنت الأشياء وما بين الإنترنت طبعها الإنسانية التي تتواجد فيه السكان والمدن ومختلف الأمور حتى حتى تصبح هذه الأمور إذن مفيدة وإلا تصبح خطرة كيف يمكن أن نسيطر على النفاذ بصورة جيدة كيف يمكن أن نفعل ذلك إذن هناك عدد من الأمور التي تجمع البيانات بشأنها فنريد أن أضمن أن هذه البيانات تخزن بصورة ملائمة وتتم معالجتها أيضا بصورة ملائمة وفي عام 2018 عندما تم إصدار الممارسات الفضلة لآي أوتي كنا ننظر في كيفية استخدام هذه الأمور كلها بصورة تدع الإنسان في موضع القلب ونحن وجدنا أن هناك الأهداف والطموحات والنوايا التي يمكن أن نكرسها لتحقيق ذلك ونحن بدأنا بالنظر في أهداف التنمية المستدامة وإنترنت الأشياء كيف يمكن أن يستخدم ذلك العمر من أجل حل المشكلات ومن أجل الوصول إلى تحق هذه الأهداف وعندما بدأنا ننظر في القائمة كما تعرفون القضاء على الجوع والفقر إلى آخره فبدأنا في عمل إذن قائمة بما يمكن أن ننجزه ما بالنسبة للصحة فهناك أيضا الكثير من الأمور التي يمكن أن نستعين بها أيضا من أجل الوصول إلى مياه النظيفة وصرف صحي طاقة نظيفة وفي متناول الجميع كل هذه المشكلات التي تهدف أهداف التنمية المستدامة إلى حلها فإن جمع البيانات لا يتوقف عند هذا الحد ولكن أيضا يستمر ويبدأ في اتخاذ تدابير فإذن هذه القيم تم تأسيسها والآن نبدأ في أن ننظر إلى تحليل أثر إنترنت الأشياء كيف يمكن أن نضمن أن هناك سيطرة جيدة على النفاذ سيطرة ملائمة أما بالنسبة للأشياء الموجودة في مجتمعاتنا إذا أصبحت غير مفيدة أو إذا تغير الهدف من وجودها كيف يمكن أن نتعامل مع ذلك إذن هذه المشكلات التي ننظر فيها في هذا الإتلاف الديناميكي شكرا من دواعي سروري إذن أن أعطي الكلمة لثيو الذي أعتبره من مواليد الإنترنت أنا شخصيا أعتبر أني من المهاجرين إلى الإنترنت فنريد أن ننظر إلى الأهداف التنمية المستدامة كيف يمكن أن نكرس الدور الشباب من أجل تحقيق هذه الأهداف بوتيرة أسرع أيضا ما هي الطموحات والأمال التي تتواجد لدى الشباب بشأن ذلك تقول فيه شكرا على دعوتي هنا فأنا كشابة أنا سعيدة بأنه بإمكاني أن أجلس هنا مع هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين فمن الجيد أن أنكم أشاركتم أصوات الشباب في هذه الجلسات لكي تعرف الأمور التي يكافح الشباب من أجل تحقيقها مثل أهداف التنمية المستدامة وأيضا تحقيق مستقبل أفضل للإنترنت طبعا أهداف التنمية المستدامة أمور تحتاج إلى أن نحدث تتربط ما بين جهودنا من أجل تحقيقها وأثناء الجائحة نحن تواصلنا عبر الإنترنت في حياتنا العادية أن الشباب ينجزون الكثير عبر الإنترنت وأيضا هناك أشكال من العمل التي تتم عبر الإنترنت أنا عضو في YCIG وأنا أتفاعل بصورة كبيرة من أجل تمكين الشباب حتى يتم إشراكهم في حوكمة الإنترنت ومجتمعات ذلك هناك أيضا برنامج للشباب في منطقة آسيا والهادئ يهدف إلى تمكين الشباب بشأن حوكمة الإنترنت ونحن نحاول أن وعي الشباب بوجود أنشطة تتعلق بحوكمة الإنترنت حتى يشاركوا فيها أنا أعتقد أن الشباب لهم أصوات تستحق أن تسمع في هذا المدمار وذلك لأن الشباب يحسنون استخدام التكنولوجيا ولكن نحن أيضا لدينا مشكلات هناك تحديات تتعلق بالإنترنت قضايا مرتبطة بذلك من ناحية فإن الإنترنت تتطور بصورة سريعة ومن ناحية أخرى من الضروري أن نتعامل مع القضايا الخاصة بالإنترنت من ضمن هذه القضايا مسألة البصمة الكربونية والأثار التي للإنترنت على البيئة أو التي تخلفها الإنترنت على البيئة تتعامل الشباب في الدول النامية لا يعرفون كيف تعمل الإنترنت ولا يدركون مدى تأثيرها على حياتنا اليومية فإنهم أيضاً لا يعرفون كيف أن خوارزميات الوسائل التواصل الاجتماعي تؤثر عليهم وكيف تقوم بجمع بياناتهم نحن في YCIG نشجع الشباب على المشاركة في قمة العالمية لمجتمع المعلومات زائد 20 ويسس زائد 20 ونشجعهم أيضاً أن يساهم في منتدى حوكمة الإنترنت فنحن نريد للشباب أن يفهموا هذه الأمور وأن يشاركوا في هذه المجتمعات طبعاً لدينا تحديات تتعلق بالموارد الموارد المالية وأيضاً الوقت نحن كالشباب علينا أن نقوم بتحسين مهاراتنا وسقلها إضافة إلى ذلك علينا أن نجد إنترنت ثابت بصورة تمكننا من التعلم عبر الإنترنت وفي بعض المناطق من العالم فإن تكلفة الإنترنت ليست في متناول الجميع في دول مثل ميانمار وأفغانستان من الصعوبة بمكان أن يتمكن الشباب من النفاذ إلى الإنترنت إن النفاذ إلى الإنترنت أمر أهم هذا جزء من حياتنا حتى نتمكن من الحصول على مثلاً مصادر بشأن التعليم هناك برامج لبناء القدرات وبرامج للزمال فالنفاذ إلى الإنترنت يمكننا من الاستفادة من هذه البرامج نحن نعمل سوياً من أجل خير الجميع ويحدث هذا العمل عبر مناطق زمنية مختلفة عندما لا يتمكن الشباب من دفع تكلفة النفاذ إلى الإنترنت فهذا معناه أن هناك من من سيتخلف عن الركبة هذا أمر ضروري أود أن أصلت عليه الضوء أن الشباب ناشطون في المناصرة ولكن عندما يشاركون في المناصرة فهناك أثار قد تقى عليهم أيضاً هناك مخاطرات لأنه في بعض الأماكن من العالم فإن هذا أمر لا تنظر إليه الحكومات بعين الرضا هناك الكثير من الحكومات التي تدعم الشباب ولكن هناك أيضاً حكومات تقهر الشباب وتجرم بعض الأنشطة التي يقوم بها الشباب عندما يرفعون أصواتهم بشأن أمور مثل قضايا البيئة أضف إلى ذلك أن الشباب يحتاجون إلى دعم من مختلف المنظمات لكي يتمكنوا من التعامل مع مختلف القضايا شكراً جزيلاً وشكراً على مساهمتك في هذه الجلسة وعلى التطرق إلى كل هذه الموضوعات التي ذكرتها أنت تحدثت عن الأزمة البيئية وأيضاً عن أمور مختلفة وهذا يعطيني الفرصة لكي أشير من ناحية إلى التعليق العام رقم خمسة وعشرين الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل وفي هذه الوثيقة فهناك دعوة إلى عدم تجريم الأنشطة التي يقوم بها الشباب على الإنترنت تجريم وم المصادفة أن بعد هذه الوثيقة رقم خمسة وعشرين فإن هناك التعليق العام رقم ستة وعشرين حول الأمور البيئية وأثرها على حقوق الإنسان الذي اعتمد أيضاً أعتقد منذ أربع أسابيع مضت إذن الآن أود أن أعطيكم الفرصة للتعليق أمامنا تسعين ثانية لتلقي التعليقات أنا أمثل دي سي إنفاينمينت كان النقاش شيقاً ولكن لدي نقطة أريد إضافتها عندما نتحدث عن حقوق الإنسان يجب أيضاً أن نتحدث عن واجبات الإنسان علينا أن نعمل سويا في تقريرنا هذا العام تحدثنا عن فقدان التنمع البيولوجي وكيف أن هذا يؤثر على صحة الإنسان نحن نحتاج إلى التكنولوجيا وخاصة الإنترنت من أجل أن نعد الأجيال المستقبلية لجعل هذا العالم مكاناً يمكننا أن نعيش فيه بصحة شكراً شكراً هناك أيضاً الذي يريد أن يأخذ الكلمة أنا 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 سأتحدث عن الصحة الرقمية والوظائف في وقت لاحق ماذا عن ديناميك كوليشن حقوق أو حقوق الطفل بالأحرى شكراً لإعطاء الكلمة وشكراً على حديثك بنيبة عن الشباب من الرأي عن آراء الكثير من الشباب الذين يتفاعلون مع هذه العملية أنا أمثل ديناميك كوليشن عن شلد رايت في البيئة الرقمية وأنا وزملائي بالتحديد زميلية يوتا أشارنا إلى هذا الاتلاف أو التحالف الديناميكي ديناميك كوليشن ومحتوى التعليق رقم 25 حول حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية هذا أمر فعلا شيق وهذا يساعدنا أن نفهم العمل التي تقومون به حتى نتمكن من دعمه والمساهمة فيه فمن الرائع أن منتدى حوكمة الإنترنت دعانا لكي نعطي صوتا بشأن نعطي صوتنا بشأن هذه الموضوعات الآن ديناميك كوليشن عن جوبز أند منتل هيل الوظائف الوظائف أو التحالف الديناميكية حول الوظائف والصحة الرقمية ديجي الهيلث بالأحرى ويقوم الآن بتوزيع التقرير مرحبا بكم جميعا هنا في القاعة وعبر الإنترنت أنا منظم هذه الجلسة وأنتهز هذه الفرصة لكي أشكر المنتدى على هذه الفرصة وثقة المنتدى فينا نحن نحن قد قمنا اليوم بإصدار هذا التقرير حول الإنترنت والوظائف وهذه أكبر نتيجة حصلنا عليها حتى الآن بشأن خلق الوظائف أعتقد أنه من الضروري أن ننظر إلى هذا الموضوع وموضوع الوظائف لأنه لن تكون هناك حقوق للإنسان إذا لم تكن هناك سبل للعيش في العصر الرقمي نحن أطلقنا إذن هذا التقرير وتقرير الثاني كان تقرير عن الصحة العقلية وطبعا هذا مهم لأننا لا نريد للنمو أن لا يأخذ فيه الاعتبار جوانب مختلفة تتعلق بصحة الإنسان هذا موضوع لأن البصمة الرقمية لها أيضا بصمة كربونية لها أثار كربونية فعلينا أن نتعامل مع هذا الموضوع وهذا التقرير هو تقرير حول وضعية الصحة الرقمية لعام 2022 وهذا يغطي 58 من الدول نحن شاركنا في هذا العمل لأن 80% من الناس في العالم لا يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية و80% من الناس في العالم يعانون من مراض مستعصية فهذا التقرير يغطي 75 بلدا في 6 قارات ونحن نركز فيه على أمور مختلفة من ضمنها العمل الذي يقوم به هذا التحالف من ناحية قيادة الفكر ومن ناحية توجيه عمل المنتدى شكرا لتوزيع هذه الهدايا علينا من الضروري أن نوزع هذا التقرير أو هذه التقارير على عدد كبير من الناس من الحضور هنا وأيضا عبر الإنترنت فهناك نصخ رقمية من هذه التقارير لا أعرف إذا كانت هناك أي تحالفات أخرى في القاعة تريد أن تأخذ الكلمة في إطار هذه التسعين ثانية وإلا فإننا نريد أن نتلقى الأسئلة من الحضور إذا أردتم أن تتقدموا بتعليقاتكم أو بأسئلتكم يمكن طبعا أن تتقدموا بها حتى وإن كان السؤال من نوعية كيف يمكن أن ألتحق بتحالف ديناميكي ديناميك كواليشن إن هدفنا هو أن تكون هذه الجلسة تفاعلية قدر الإمكان فنحن نعتمد عليكم في التقدم بتعليقات أو في طرح الأسئلة هل من مشاركين عبر الإنترنت الذين يريدون أتقدم بتعليقات أو بأسئلة مرحبا بكم لدي سؤالان السؤال من جيمس مينال كاميرون يقول ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم من أجل تعزيز الصلة العملية لتأسيس أعراف بالنسبة للمهنيين وما هي الموارد التي يمكن أن نستخدمها هل يريد أحد من المتحدثين الإجابة عن هذا السؤال السؤال يتعلق بالمعايير أعرف أنا لدينا ديناميك وليشن حول المعايير هل من شخص في القاعة يريد أن يجيب عن هذا السؤال يمكن أن أضيف أنه في إطار ال ديناميك وليشن 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 هناك معايير يمكن أن تستخدم حتى نصل إلى مستوى معين من الشفافية أو المواءمة أو السلوك المتوقعة فهناك إذن من ضمن القيم التي نقوم بتعزيزها كممارسات فضلة هناك أمور تتعلق بإعداد وتطوير المعايير والالتزام بها محمد تفضل بالنسبة ل ال ديناميك كوليشن عن اكسيسيبليتي عن الإعاقة فنحن نشجع ال التزام بالمحتوى الخاص بإتاحة المواقع الشباكية بصورة تلائم الأشخاص من دوي الإعاقة هناك معايير تتعلق بذلك حول المواقع الشباكية المنصات الرقمية التطبيقات على الهاتف إلى آخره شكرا بن سيرف نحن طبعا نشعر بالفخر أنك هنا معنا تفضل هذا سؤال شبير وطبعا يمكن لأي منكم أن يجيب عنه هذا يتعلق بزيادة قدرتنا على إصدار واجهات يمكن للذوي الإعاقة استخدامها مثلا على مواقع الإنترنت أو التطبيقات على الهواتف أن انطباعي هو أن إعداد هذه المعايير لا يعني بالضرورة أن هذه المعايير ستصبح فعالة وقد يعرف منكم أكاديمية خان وهذه الأكاديمية تطلب من ذوي الإعاقة أن يساعدون في عدد أو في تطوير البرمجيات وحتى نفهم كيف يمكن أن نطبق المعايير بحيث تصبح المواقع والتطبيقات التي ننتجها سهلة لاستخدام بالنسبة لذوي الإعاقة قد تكون الطريقة المطلة لمساعدة المبرمجين على فهم احتياجات ذوي الإعاقة هي التحدث مع هؤلاء الأشخاص المعنيين إذا كنت لا تعرف كيف يعمل مثلا برنامج لقراءة الشاشة كيف يمكنك أن تبني صفحة على موقع شباكي يمكن أن تعمل بصورة جيدة مع قارئ الشاشة سكرين ريدر فقد نحتاج إلى بناء المزيد من القدرات في هذا المجال شكرا على التقدم بهذا التعليق هذا هو بالضبط ما كنت أفكر فيه نحن نحتاج إلى بناء القدرات و دعونا نخرج من النطاق الذي نناقش هنا ونتحدث عن بناء القدرات فإننا لكي نحقق ذلك نحتاج إلى أشخاص تأثروا بهذه التكنولوجيات و نريد منهم أن يتفاعلوا مع هذه المبادرات الآن هناك تكنولوجيات تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة أن يدرسوا للحصول على شهادات في برمجة الحواسيب وهذه التكنولوجيات فأنا أشجع الأشخاص من ذوي الإعاقة أن يدخلوا هذه المجالات أن يدرسوها ومن المهم أن يعرف الأشخاص المعنيين بوجود شخص من ذوي الإعاقة في هذا المجال وباهتمام به به من ناحية أخرى فإن هناك تدابير يمكن أن تتخذ وذلك لكي يعرف الشخص من ذوي الإعاقة ما هي المتطلبات وما هو الأثر الخاص بهذه التكنولوجيات وما هو أثر عدم التمكن من الدخول على هذه البرمجيات أو استخدامها في بعض الحالات هناك متطلبات جسمانية وفي بعض الحالات فهناك مسؤولية قانونية مثل الفصل 508 في الولايات المتحدة إلى آخره هناك أيضا معايير أخرى ملزمة يجب على الحكومات اتباعها حتى تتمكن من توفير إمكانية النفاذ لذوي الإعاقة شكرا فنت على هذه النقطة الهامة التي أثرتها وهي أن الأشخاص الذين يقومون بتطوير هذه البرمجيات عليهم أن يعرفوا بوجود هذه المعايير أعتذر علينا أن نتوقف عند هذا الحد لكي نعطي الفرصة لآخرين يريدون أخذ الكلمة لم أريد أن أقاطعك ولكن أريد أن أعطي الفرصة لآخرين لكي يطرحوا المزيد من الأسئلة هل لديك مداخلة قصيرة نعم من وجهة نظر المعلمين نحن نعمل الآن على نظم تعليمية ونقوم بإعداد مصادر تعليمية مفتوحة ونقوم بتطوير معايير تتماشى مع الفصل 508 في الولايات المتحدة وهناك مثلا آليات يمكن أن توضع في المنصات مثل مثلا استخدام الصور بدون إضافة أي نص يصف هذه الصورة وهذا يصعب الأمور فإذن هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن نبدأ بها حتى نتيح المحتوى عبر الإنترنت بصورة أفضل خاصة بالنسبة للذين يعانون من إعاقة شأن إعاقة في البصر إذن يجب من التوفير ذلك بشكل يمكن أن نصمم التكنولوجيات بشكل أنها تأخذ بعن الأعتبار هذه المسائل ما منها نحن في المتحدة العالم في المتحدة الأمريكية وفي العالم يجب أن نفكر بالإعاقة ويجب أن نفكر فيهم نفكر بالمعاقين منذ مرحلة التصميم شكرا لعطائي فرصة التحدث مرة أخرى أود أن أؤكد ما يلي نحن لدينا عالمين أتياب لايف لاين التي تقوم بكتابة ما يقال على الكمبيوتر وتعمل هذه الأدات بمائتين وتسعين لغة وهو عالم روسي يعمل في جوجل وهناك مهندس آخر أصم أيضا أتى بتطبيق آخر أعتقد بأنه يجب أن نستعين بهذه المهارات حتى نتمكن بالتوصل إلى تكنولوجيات تأخذ بعين الأعتبار هذه الإعاقات شكرا على هذا النقاش الحي أنا سعيدة لأنه عشرين سانة بعد صدور المبادئ التوشهية يمكن أن نشجع ونعطي الزخم لهذه العملية أرى بأن أليخندرو يرفع يده لكي يتحدث من زوم وبعد ذلك ننتقل إلى متحدث آخر فيما يتعلق بالمعايير المكملة فكما سمعنا إذا نتحول إلى إنترنت الأشياء هناك مسائل ستصبح معقدة يجب أن نميز بين إنترنت الأشياء للمستهلكين علما بأن المصادر المفتوحة هي تعنى بحركة بروتوكول الإنترنت من هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لدينا إنترنت الأشياء التي يمكن أن تساعد في الاتصالات مثلا عن طريق قيادة جهاز معين ولدينا الكثير من المعايير التي قد وضعت لكي تساعد في إدارة هذا التصميم المعقد لدينا أفكار فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وقضية التشغيل البيني نحن سنواجه هذا التعقيد عندما سننتقل إلى عصر الذكاء الاصطناعي ويجب أن يكون هناك خيارات أو بدائلة لغياب المعايير وفي هذه الحالات هناك وغيرها من المسائل التي أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالترجمة الفورية كل هذه المسائل يجب أن نضعها نصب عيوننا ونحن نعقد هذه المنتد حكمة الانترنت وكذلك جلسات الفريق الاستشار لأصحاب المصلحة المتحددين يجب لأخذ بعين اعتبار دراسات حال قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير بمشاركة كافة أصحاب المصلحة ذوي الاختصاص أيضا يجب أن يكون هناك برامج لمن هم ضعف النظر لدينا بلجي مثلا وغيرها من التطبيقات التي تسمح مثلا برسم الخطوط بألوان زرقاء هذا يطلب الكثير من الالتزام ولذلك فأنا سنطلب يجب أن نطلب من الشبكات الخاصة بالحكومات أن تضع المعايير معايير الخطية فيما يتعلق بهذه المسائل شكرا عليخاندرو ربما مارك كافن يستطيع أن يتناول الكلمة الآن شكرا جزيلا ماركوس اسمي مارك كافلا وأنا مستشار لدى اس3 وهي تحالف ديناميكي اس3 هي تتعلق ب ما يسمى بالأمن وكذلك معايير وسلامة الإنترنت وهي تركز على قضية السلامة على كل الإنترنت وهي تضع المعايير لها قبل كل شيء نحن ننظر إلى الأمن الذي يدخل في تصميم الإنترنت وقد نشرنا تقريرا هذا التقرير اعتمد على السياسات تم استقصائها في الكثير من بلدان العالم فيما التي تتعلق بإنترنت الأشياء وأيضا الأحكام السياساتية والممارسات الخاصة بالمعايير وكل ذلك من أجل جعل إنترنت الأشياء أكثر أمنا وأكثر سلامة بالإضافة إلى ذلك لدينا فريق عمل نظرة في الصغرات الموجودة في برامج التدريس وكذلك التدريبات المهنية المتعلقة بمعايير أمن السيبراني ووضعنا مقتراحات تهدف إلى إنشاء مركز للأمن السيبراني والتي هدفها أن تجمع العاملين في مجال القطاع وأيضا التعليم حتى نتمكن من التوصل إلى مخزون لمعايير الأمن السيبراني التي يحتاج إليها العاملين في القطاع إضافة إلى فريق عمل يعمل على المعايير بالتعاون مع القطاعين العام والخاص إضافة إلى سلسلة القيمة وهذا العمل الذي طلعت به فريق العمل يتعلق مثلا بمشتريات الحكومة التي لا تشير إلى معايير الأمن السيبراني ومثلا عندما تقوم الحكومة بشراء مكاتب وتطبيقات ودون النظر في قضية الأمن السيبراني نحن سنطلق فريق عمل سينظر بمسائل مثل ال-RPKI و-DNS فنحن نعمل بأننا سنتوصل إلى رزمة أزادوات المفترض أن تتضمن معايير السلامة آملين بأنها ستكون مرجعا للمصحاب المصلحة في مجال الإنترنت والمستخدمين والشورات وما إلى غيرهم في المستقبل نحن نأمل بأننا سنتمكن من وضع معايير للأمن السيبراني وأن نضعها موضع الاهتمام حتى تسهم بشكل أكبر في مشهد الأمن والسلامة على الإنترنت وبشكل يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن بنية تحتية آمنة سليمة ومتينة وقابلة للمقاومة وذلك من أجل أن يصبح هذا القطاع صحيحا من الناحية ومن الناحية المالية هل أن أعقب على ما قاله أنا أتمنى منك إذا كنت ستضع برامج الأمن السيبراني فآمل بأنك ستحول ذلك إلى مصادر مفتوحة للتعليم لأنه ما رأينا هو أن بعض المؤسسات تضع برامج التدريب ولكنها تجعلها بمتناول القليل الذي يمكن أن يدفع ثمنها نحن سنرحب بالاتلاع عليها ونأمل بأن تكون مفتوحة المصدر إذن نحن سعيدين لهذا الحوار في التحالفات في الدينامية نحن سمعنا محمد يشير إلى القسم 508 في الولايات المتحدة الأمريكية وهو القسم الذي يتعلق بالمشتريات العامة أعتقد بأن محمد يمكن أن يتحاور مع ماركوس حتى نرى إذا كان يمكن أيضا تطبيق هذا القسم 508 على معايير الأمن الخاصة بالمشتريات اسمي نورا وأنا من المكتبة الوطنية لإندونيسيا في الوقت الحالي نرى بأننا نحن نركز على عملية نشر الوعي فيما بين المكتبات حتى تعزز نفاذ الجمهور إلى هذه المكتبات نأمل والأمن الذي سيسهم في تحقيق أدف التنمية المستدامة نحن نأمل بأنه سيكون لدينا تأثير إيجابي فيما يتعلق بتطوير وهذه الحقوق نحن نريد أن نسمى في إثراء حرية الحصول على المعلومات ونأمل بأنها ستلعب دورا مهما في الوصول المجتمعات المحلية إلى المعلومات أخذينا بعين الاعتبار أهمية نشر الوعي إن التخطيط والاستراتيجيات مهمة جدا ومن مهم أن نضع نصب أعيننا الحقوق الإنسان شكرا نعرف بأن المكتبات تلعب دورا مهمة ولدينا أيضا تحالف دينامي مع المكتبات ربما يمكن أن نعطي المقرر الكلمة في نهاية هذه الجلسة والآن نعطي الكلمة للمتحدثة التالية التي ستصرح سؤالا أنا شخصيا أعمل في مجال الطبي وهدف وأنا درست في جامعة أوساكا أنا أعمل لكي أنصر كل الذين يعانون من الععاقات في اليابان بعد حادث سيارة أنا درست في رابطة لإعادة التأهيل في اليابان هناك العديد من الأفراد الذين لا يستطعون الولوجة إلى الإنترنت لدينا أشخاص يعانون من إعاقات عقلية وجسادية أن ثلثة سكان اليابان هم من المتقدمين في السن ويعانون من أمراض عقلية مثل الخلف وغيرها من الأمراض لذلك فإنني أطلب المساعدة في مجال سد الثورة لكي نتيح النفاذ إلى الإنترنت من قبل الجميع منهم أشخاص الذين يعانون من الإعاقة وأيضا الأشخاص المسنين في العالم شكرا وآمل أن تصغوا إلى رسالتي شكرا جزيلا على هذه الكلمة نحن نقدر لكم ذلك لدينا لدينا تعقيب من شخص مشارك عبر الإنترنت تفضلوا لدينا تعقيب آخر من سوم نابش هل تريدين التحدث مرة أخرى بنن هل تريد أن تتحدث إذن لدينا سؤال آخر من مونيكا أمرت إلى كيف يمكن لتحالفات الدينامية أن تعمل معا من أجل تعزيز المعايير والتشريعات وكيف يمكن أن تعزز وقعها على مشهد التكنولوجيا والإنترنت دون أن يؤدي ذلك إلى إزدويجية العمل أعتقد بأنه من الصعب أن نعطي إجابات متعلقة بالإئتلافات الدينامية كلها نحن رأينا في التقرير بأن بأنه تم تحديد الخطة هناك بعض التألفات التي تعمل في مجال الممارسات مثل التحالفات مع المكتوبات بهدف سماحي لأشخاص عديدين بالنفاذ إلى الإنترنت في حين كانوا يفتكرون إليها في الماضي من الصعب أن يكون لدينا مساحة التقاء بين كافة الإئتلافات فكما سمعنا هناك من يعمل على المبادئ في حين أن إئتلافات أخرى تعمل على التطبيقات مثل النفاذ إلى الإنترنت ومسائل السياساتية إذن فمن الصعب أن نتمكن من تقييم كافة أعمالها بشكل مشترك بما لا شك فيه بأن نفاذ الأشخاص المعوقين أثر بشكل مباشر كان له أثر مباشر نحن سمعنا من محمد عن هذا الموضوع أنا أفتح مجال التعقيب من قبل المشاركين الآخرين في هذه الجلسة هل لديكم أسئلة أو تقييم سفرت forward but again yes I'll try this أنا أعرف هناك أمر تعلمته خلال من تجيبتي هذا الأسبوع فإن كل ما نقوم به أو نبذله من جهد فيما يتعلق باكتساب المعرفة قد يكون منفصلا عما تحدثنا عنه بشأن الحوكمة والخصوصية والمسائل الأخرى التي تعكف على تدارسها الاتلافات الأخرى إلا أنها مترابطة لأنه إذا كان من نعمل معهم يفهمون خطتنا فأن الأمر لا يتعلق فقط بالتعليم والنفاذ أو الحصول على التعلم بل أن صورة شاملة لكافة هذه المجالات يمكن أن تكون أكثر فائدة علينا أن نعرف كيف يمكن أن نربط بين كل هذه الأنشطة وأعتقد عندها يمكن أن يكون لدينا أثرا ووقعا أفضل وأدمغ فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة أنا أشارك عبر الإنترنت أنا سأحاول أن أجيب على السؤال علينا أن نعمل دائما من أجل أن نقترب مما تريده ما يريده تريده صناعتنا وأن تبادل الرسائل بين المنتدى حكمة الإنترنت وأصحاب المصلحة الآخرين نرى بأن هناك بعض الرسائل التي تصب اهتمامها على النواحي التقنية في حين أن غيرها يهتم بمسائل أخرى نحن لدينا أمثلة عديدة على التعاون ووقع هذا التعاون على صناعتنا برأي أن المنتدى إذا قام أيضا بتدارس مسائل أخرى والعمل على أساس آليات مختلفة بما فيها الاتفاق الرقمي العالمي فهذا يمكن أن يحول عملنا إلى موقع دفاعي وسنتمكن من نشر الرسالة أصحاب المصلحة المتعددين إلى الصناعة أعتقد بأن الاتفاق الرقمي العالمي غطى أيضا هذه المسائل متعلقة بالترتيبات للتعاون بين الحكومات وغيرهم ولكن ولكن دون إدخال المجتمع التقني نحن نأمل بأن الجميع سيتعاونون معا من أجل التمكن من معالجة هذا الوضع المعقد ونأمل بأن منتدى حكمة الإنترنت سيتوجه إلى الصناعة حتى تصبح من الشركة بدلا من أن وهكذا يصبح لديهم مشارك فعالة تؤدي إلى التشريعات التي نصب إليها في السنوات المقبلة شكرا أعتقد بأن هذا يمهد الطريق أمام السؤال الأخير فأنا سأعطي مجلا لكل متحدث لك لنلقي كلمات ختمية كيف ترون دور الاتلافات في البيئة المستقبلية ومستقبلي المنتدى حكمة الإنترنت والرابط بين هذا المنتدى والاتفاق العالمي الرقمي هل لنا أن نبدأ بالشبان قبل كل شيء ولكن الرجاء توخي الإجاز فنحن ليس لدينا وقت كثير طويل شكرا أنا سأتوخ الإجاز برأي أنه من المهم جدا أعتقد بأنه هذا مهم جدا لأن مجتمعات حوكمة الإنترنت وأصحاب المصلحة يجب أن يتبعوا نهجا تصاعديا ولذلك من المهم أن نضمن الصوات الشبان في هذا الاتفاق الرقمي العالمي لأنه يمكن أن يسهم في وضع الشكل المستقبلي للإنترنت أنهم ينتقدون كثيرا ويلعبون دورا أساسيا إذن في وضع ملامح الإنترنت التي نصب إليها محمد شكرا لدي بعض النقاط التي أود أن أدلي بها هناك اعتقاد خاطئ بأنه إذا ما كان هناك عمل تم القيام به من أجل إفادة الأشخاص من إذا كان هناك عمل موجه نحو أصحاب الإعاقة فإنه لن يفيد الآخرين هذا غير صحيح ثانيا إن الائتلاف الخاص بالمعاقين على أهبة واستعداد للعمل مع كافة أعضاء وهيئات المنتدى سواء كان الهيئة الخاصة بالقيادة وبأصحاب المصلحة إلى آخره وحتى نتمكن من إسماع صوت المعاقين وهذا أمر ضروري أخيرا إن عمل على النفاذ لا يتضارب مع العمل من أجل الإعاقة نحن نتقدم في سن وفي يوم ما بالغض النظر عن وضعنا الصحي نحن سنحتاج إلى هذه الخدمات وعلينا أن نبدأ منذ الآن حتى لا نلوم أنفسنا في وقت لاحق ليسا نحن نعمل مع الدول الأعضاء وكذلك الحكومات من أجل أن نضع السياسات الخاصة بالتعليم نحن لا نريد تقييد الحق في التعليم وذلك من خلال تضييق المصادر المفتوحة إذا كان بالإمكان العمل مع ائتلافات أخرى حتى نتمكن من أن نقطع شوطا أطول معا فيمكن أن ننظر في سياسات الخاصة بالإنترنت كيف يمكن أن تكون متجانسة مع السياسات الأخرى الخاصة بالنفاذ إلى الإنترنت وأنا سمعت من ممثلة الشبان وسمعنا كيف يمكن تسريع كافة هذه التدابير هذا أمر ينطبق علينا جميعا فهم يريثون ما نحن نفرزه هنا كلنا علينا تسريع مسيرتنا حتى نتحدث عن وقعنا في السنوات المقبلة هذا أمر مهم جدا قد أكون في غاية التبسيط ولكن أنظر إلى الاتفاق الرقم العالمي وأنظر إلى مبادئه أنظر إلى الاتلافات وأرى النهج التصعدي هذا قد يكون مشكلة نحن سنتابع العمل كما فعلنا بالنسبة للمنتدى كان يقبل بنا ولكن أعتقد بأنه في نهاية المطاف كل ذلك سيولد المشاكل ربما يمكن للمقررين أن مقرر الجلسة أن يعرف عن نفسه أو أن تعرف عن نفسه وتقول لنا مع أوجزته أنا إذن أعمل أنا شخصيا ممنصقة الاتلافات الإنترنت والأعمال إضافة إلى المقررة أعتقد تدعو إلى الحوكمة ويجب أن تكون تركز على حقوق الإنسان وواجبات الإنسان ونحن لن نتطرق إلى هذا الموضوع الأخير نأمل بأن هذه الاتلافات ستأخذ لن تفصل بين كل هذه النداءات وأن تحول هذه النقاط إلى عمل ملموس شكرا اسمي سيفن وايبر أنا أيضا مكرر وأنا أيضا أعمل في الاتلاف الديناميكي الخاص بالنفاذ العام والمكتبات هناك عدة نقاط قبل كل شيء فإن الاتلافات موجودة لكي سد الثغر بين ما تعيد به الانترنت وما يجب تنفيذه فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة وذلك عن طريق إثراء فهم الثغرات وما نحتاج إليه ما هو إطار المساحة التي يجب أن نملأها بالتدابير والأعمال حتى تحقق كافة إمكانياتها بالنسبة للجميع وأخيرا سمعنا عن فكرة بأن الإتلافات كلها يمكن أن تجعل الحوكمة مجالا للممارسة الجماعية أنه فضاء أو مساحة يجب أن ننظر إليها بعين النقد حتى نفهم ما الذي يحصل وما يترابط ببعضه البعض كيف أن هذه التكنولوجيات تتطور ونعتقد وأيضا نوادج كل ذلك وما نأمل بأنه سيحصل أو نأمل بأنه لا يحصل ما هي الأشياء الغائبة حتى نتمكن في نهاية الأمر من التوصل إلى ترجمة الكلام إلى واقع نحن سمعنا عن الاتفاق الرقمي العالمي وهو المظلة التي تحتها تدور كافة المناقشات إلا أن هذا الاتفاق يجب أن يعتمد هذا النهج التصاعدي وأن يسمح بالمشاركة من الأسفل وحتى الأعلى أيضا يمكن أن نحتفي بهذا النموذج حيث يجتمع فيه كافة أصباح المصلحة لا يمكن أن نفكر إذا لم لنكن جزءا من الحوار آمل بأن ذلك كان مفيدا الآن سأطلب من يوتا أن تدلي بكلمتها النهائية أنا أعتذر عن المقاطعة أنا أعتذر فليس لدينا وقتا كافيا ما استفدت منه هو أن الإنترنت التي نصب إليها يمكن تحقيقها من خلال الحوار والتعاون أنا سمعت عن المطالبة بمشاركة أكبر ولسيما في الاتفاق الرقمي العالمي برأي أن الاتلافات الدينامية ونقاشها في هذه الجلسة ونهجها التصاعد يمكن أن يكون الجواب فيما يتعلق بهذه المشاركة في المداولات ويجب أن نقدم شيئا منا نحن كإتلافات وذلك بشكل تصاعد من الأسفل وإلى الأعلى أشكر الجميع على المشاركة نشكركم على حضور هذه الجلسة الرجاء أن تنضم إلي بالتصفيق للمشاركين حتى نشكر لهم كلماتهم وبهذا نختتم الجلسة ترجمة نانسي قنقر